يقولون لك دائما حاول أن تعرف الله أن تتقرب لله أن تعبد الله ونعم بالله ولكن السؤال الأساسي هو ماذا يفترض الجميع أن على كل إنسان أن يعرف الله أو يعرف أي شيء عن هذا الإله أنا في رأيي أن هناك احتمالية أخرى ولا أقول بأنها الاحتمالية الوحيدة أن هناك أمكانية أخرى لأن نتصرف بطريقة معاكسة مثلا أنا أفكر أريد أن أفكر وليست موضوع معرفة الله هي مسألة خطيرة جدا بالنسبة لي نعم هي مهمة بالنسبة للآخرين وأحترم هذه الأهمية أو هذا الاعتبار لهذه المسألة لكن أنا بالنسبة لي أعتبر بأن هذا الموضوع ليس مهما بقدر ما أنا أهتم بأن أفكر وأن أتفكر وأفهم هذا العالم الذي نحن عليه وأفكر في كل قضايا أهم بكثير بما بأي شيء آخر أنا أهتم بما هو قابل للمعرفة بما هو أنا عليه بالإنسان الذي نحن عليه وهذا العملية هي الأساسية بالنسبة لي أنا بالتالي لا أرغب شخصيا بالدرجة الأولى بمعرفة كل شيء عن الله وأن شريعة الله أنا أريد أن أعرف هذا الإنسان طريقة صحيحة لأن يعيش فيها هذا الإنسان كيف يعيش على هذه الأرض ماذا يفعل كيف يتعامل مع الآخرين يأخذ ويعطي معهم متى يتفق معهم متى يتعاون معهم متى لا يتعاون ما هي حقوق كل واحد منهم وحقي أنا إذا الآخر والآخر حقه علي هذه العملية هي الأساسية بالنسبة لي بالخلاصة أنا شخصيا لا أنوي أن أكون أن يكون معرفتي لله هي المعرفة الأساسية إنما معرفتي للإنسان هي المعرفة الأساسية أي معرفة الإنسان أولا ثم معرفة الله وأي شيء آخر ثانيا الأولوية للإنسان وهذا ليس فيه إساءة للدين ولا للإله ولا لأي شيء آخر إنما شخص يقول لك أنا مسألة الإيمان هي مسألة شخصية ولا أقول الدين لا توجد علاقة إلهية بيني وبين الإنسان الآخر إنما علاقتي بإنسان الآخر علاقة حياة وهذه ليست من شؤون الإله الإله لحساب عمودي مع كل فرد لكن ليس لديه حساب مع المجموعة الأفراد لو أن يوم القيامة لا يؤخذ الناس مثلا حتى دينيا لا يذهب الناس يحاسبون كمجاميع إنما كل فرد يحاسب لوحدهم بالتالي الله لا يقيم علاقة بيني وبينك إنما يقيم علاقة خاصة بيني وبينه علاقة عمولية العلاقات الأفقية هي علاقات أولوية للإنسان بالتالي أنا أكرر قول الأولوية بالنسبة لي أن أعرف الإنسان قبل أن أعرف الله بإمكان أن أتعرف على الله وعلى حقوق الله وعلى كل ما يتعلق بالله بطريقتي من خلال علاقة بالآخرين أنا لا يمكن أن يكون هناك معرفة إلهية بدون أن أكتسب خبرة من الناس من العلاقات الإنسانية مع الآخرين وهذه المعرفة هي التي توجه لي أن أعرف معنى الوجود وهناك يشير تناقل تلاقح ثقافي مع الآخرين رقي أخلاقي رقي ثقافي رقي معرفي وهكذا لا أتحدث ضد الفكرة الإلهية ولا أتحدث ضد المؤمنين إنما أتحدث عن قضية اعتبارية تراتبية وليست مسألة فيها إلغاء لكائن أو لخالق على حساب الآخر كل إنما أضع كل شيء في مكانه الصحيح برأيه ومن حق الآخرين أن يضعون الأشياء وتراتبياتها بطريقة مع احترامي الكامل لهم وأطالبهم بمبادلة هذا الاحترام والحقيقة نحتاج أن نبدأ من الإنسان كيف تمارس الحياة الآن وأنت تنطلق من الغيب ومن أحكام غيبية إنما الآن ظروف الحياة تتطلب خدمات تتطلب عمل تتطلب اتصالات تتطلب خبرات تتطلب جراسة وهذه كلها بسائل إلى علاقة بالعلم فقط فكيف لمشروع إلهي أن ينشغل بهذا الموضوع الموضوع الإلهي القديم كان له علاقة بحياة بسيطة ممكن للشريعة الإلهية أن تتحقق داخل هذه الجماعة لكن الآن لا توجد جماعة هناك عشرات الجماعات موجودة في كل مكان وداخل الجماعة هناك أيضا جماعات متشابكة ومتداخلة ولكل منها مصالحها وخبراتها ولديها كل واحد منهم لديه تخصصه فكانت الناس بسطاة يعني ممكن مثلا مجموعة من الناس مجموعة حرفيين في مجال يعني ما تطلع عدد الحرف الموجودة في أي مدينة أو أي جماعة أربعة أو عشرة حرف والبقية أما جنود أو رجال دين وناس بسطاة ليس أكثر من هذا لا توجد مدارس لا توجد مزارات لا توجد كليات لا توجد مآهد لا يوجد كل هذا الآن الحياة مختلفة تماما فبالتالي الأولوية الآن ليست للإله لأن الإله كان يجمع الجماعة الآن نحن لا نحتاج أن نجمع الجماعة لأن هناك نظام هو يجمع الجميع سيستم قانون يجمع الجميع ويحفظ كرامة الجميع وينتهي الموضوع فبالتالي الأولوية للإنسان الآن وصناعة هذا الإنسان واحترام هذا الإنسان واعطاءه الأولوية القصوى وأعتقد لا يوجد إله يرفض هذا المبدأ أو هذا المنطلق إلا إذا كان هناك من يعتبر هذا الإله أداة يستعملها عند الحاجة لفرض سلطته على الآخرين وهذه مسألة لا أخلاقية وغير نزهة وهذه الأولوية التي أضحها والتي لا أكرر ليس فيها إساءة لأحد ولا يقولني أحد ما لا أقوله ليس هدفي أن أتخذ موقف آديولوجي هذا الكلام يبدو لابد أن أكرره في كل حلقة وأسف على تكراره وأعتدر والهدف ليس لأنه أبرأ ذمتي من شيء أو أن أخاف من شيء لا الهدف أنه لا يصنفني أحد ويضعني في الخانة التي هو يعرفها أرجو من الجميع أن يستمع لقولي بتجرد وبموضوعية ولا أن يعمل سقاطات من الأفكار الخاصة على كلامي بل أن يراقبه ويدققه بطريقة محايدة شكرا جزيزي مرسلام موسيقى 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 موسيقى